الناشطة السعودية لوجين الهذلول عادت إلى منزلها بعد اعتقال دام نحو ثلاث سنوات شقيقتها لينا أعلنت عبر حسابها على تويتر عن إطلاق صراح لوجين التي أوقفت في مايو من عام 2018 بتهمة تتعلق بالأمن القومي وفق السلطات السعودية الإفراج عن الناشطة السعودية تبيعه ترحيب دولي جاء أبرزه من الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن أبدأ لدي بعض الأخبار المرحبة بها الحكومة السعودية أفرجت عن الناشطة الحقوقية البارزة لوجين الهذلول من السجن لوجين كانت مدافعة قوية عن حقوق المرأة والإفراج عنها هو الأمر الصحيح الذي وجب فعله الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون رحب أيضا بخبر الإفراج عن الناشطة السعودية وقال عبر تويتر إنه يشارك شعور أسرتها بالارتياح إطلاق سراح لوجين لقى أيضا صدا على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات المعنية بحقوق الإنسان كما تصدر الأخبار في عدد من الصحف العالمية ولكن في ظل هذا الترحيب والارتياح الذي أبدته أسرة لوجين قضية الناشطة السعودية لم تنتهي بعد أسرتها تطالب بتحقيق العدالة عبر إسقاط التهم ضدها وجلب من عدبها للعدالة ورفع حظر السفر على أفراد الأسرة بمن فيهم لوجين بالإضافة إلى التعويض ومحاسبة الصحف المحلية التي شوهت سمعتها أسرة لوجين كانت قالت إن الناشطة السعودية تعرضت لمختلف أشكال التعذيب والإساءة وإن المستشار السابق في ديوان ولي العهد السعودي سعود القحتاني أشرف على بعض جلسات التعذيب وهددها بالاغتصاب لوجين تخضع الآن لقيود صارمة حتى بعد الإفراج عنها من بينها الوضع تحت المراقبة وحظر السفر خارج البلاد لمدة خمس سنوات